حذرت سلطة الإطفاء والإنقاذ من إشعال النار في أكوام القاذرات والنفايات في المناطق المفتوحة خصوصا في ظل الأحوال الجوية الحارة والجافة وجاء التحذير إثر اندلاع حرائق عدة في أماكن مختلفة بمنطقة وادي عارة بينها مدينة أم الفحم وقرية عارة ما تسبب بأضرار بيئية جسيمة واحتراق عدد من الدنومات الخميس وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن تواقم إطفاء وإنقاذ عملت على إخماد عدة حرائق اندلعت في أماكن مختلفة بمنطقة وادي عارة مضيفا أن عشرة تواقم إطفاء وإنقاذ عملت لساعات على إخماد النيران ومنع انتشارها في مراكز الحرائق الثلاثة علما أن النيران التي شبت في حي حمداني في عارة أدت إلى انبعاث دخان كثيف مضطر السكان إلى إخلاء منازلهم إلى حين الانتهاء من معالجة الحاصل وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحرائق اندلعت على ما يبدو بسبب إشعال النار في مكبات نفايات أو مزابل محذرا من أن ظاهرة إدرام النيران في أكوام النفايات يتسبب بتبعيات بيئية خطيرة إلى جانب الخطر الذي يشكله على الحياة والممتلكات ترجمة نانسي قنقر